السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اسمي لكم محمد صلح الفرق ولطب التنطا هنتكلم النهاردة بازن الله على شبطر واحد وعشرين الاميونو فارما كل شي عندنا والله نوعين من الادوية للمناع ادوية توقع المناع وادوية ترفع المناع عندنا ادوية توقع المناع وادوية ترفع المناع تمام احنا هنتكلم دول وقت على الادوية اللي بتوقع المناع وادول ستة عائلات وادول ايه ستة عائلات وادول ستة عائلات اول عائلة معنا حاجة كده بترتبط بحاجة اسمها الكالسينيورين حاجة بترتبط بحاجة اسمها الكالسينيورين تانية عائلة معنا حاجة اسمها بترتبط بماميليون تارجت اوف راما وايسي ماشي العائلة التالتة اسمها عارفينه جلوكو كورتيكويز اللي هي الكورتيزون والحاجات دي والعائلة دي يعني رابع حاجة اسمها سايتوتوكسك دراج حاجة بتسبب تسمم للخلية وتقتلها خامس حاجة حاجة اسمها هايدروكسي كلوروكيوين هايدروكسي كلوروكيوين كيوينين خامس حاجة بقى بستخدم أنتباضي سواء بوليكونة الأنتباضي أو بولي يعني عديد ومونو يعني وحيد تمام؟ احنا نتكلم على ستة عائلات من أدوية الكالسيونير الكالسيونيرين تاني حاجة الماميليان تارجيت حاجة اسمها رابع عائلة معانا حاجة اسمها خمس عائلة معانا هايدروكسي كلوروكيونيرين وسادس عائلة البوليوكلون اللي بانت كده عملت مخطط في دماغك نحنا نتكلم على ستة عائلات نبدأ كده مع بعض بأول عائلة أول عائلة معانا اسمها ودي كانت بترتبط ب الاميونو فيلن يعني محب بروتين محب ليه جزء مناعي الجزء المناعي ده ممكن يبقى كالسيونيرين وممكن يبقى ده بيرتبط فيه ده نوع من الانزيمات وده نوع من الانزيمات الكالسيونيرين ده حاجة اسمها فوسفاتيز بيكسر الفوسفات والراباميسين ده حاجة اسمها كاينيس بيزود فوسفات أنا برتبط بيه وبوز الاخلية بتاعته فبضع في المناعة يعني مثلا وليكن ده مثلا كان هيطلع خلايا لينفوية تاقية فانا لو أنا بوزت الكالسيونيرين ده كده هقلل الخلايا المناعي طب ده هو بقى ده يا سيدي أنا ممكن بدل مضعف في المناعة لا أنا وقف الاستجابة للمناعة أنا مثلا طلعت انتليوكين أنا مش عاوزه يشتغل على الخلية بوقف شغله يبقى أنا خلته يتصنع عادي بس ما خلوهش يشتغل يا إما ما خلوهش يتصنع من الأساس تمام نبدأ كده مع بعض ونشوف اسمقهم أول واحد معنا حاجة اسمق سايكلوس بورين ايه سايكلوس بورين ايه قلتلك ده تبعه علائة الكالسي نيورين فيها من الكالسي هم شوية وبرضو عايزين دوا في حرف السي فلقينا اسمه اسمه في حرف السي عشان ما اطلعبتش ما بينه ما بين اللي جاي اللي بيشتغل پا حاجة اسمه يبقى تاني كده مع بعض اللي كان بيشتغل على الكالسي نيورين كان السايكلوس بورين ايه اللي هو السايكلوس بورين ايه او التاكرو ليمس اسمه تاكرو ليمس في حرف السي اهو السي بتاعت الكالسينيورين السي بتاعت الكالسينيورين اما السيرولايمس كان بيشتغل على الرافة مايسين الرابة مايسين تمام تمام اه الامثال الجاية دي احنا هناخده و احنا شغالين تمام تمام نبدأ كده مع بعض بالعيل اللي احنا شغالين على دي نبدأ مع بعض به الاميوني سوبرسن قالك الاميوني سوبرسن خلالك دول هنشتغلهم عليهم و احنا شغالين فما تعدش تحفظ بقى وتلغبط نفسك دلوقتي. قال لك الامميوني سيبرسنت انا ليه بضعف المناعة يا سيدي? يعني حد بضعف مناعته قال لك اه ممكن المناعة دي انا هتهاجمني وانا بزرع عوضه. او ممكن انا عندي مرعة مناعة زيتية بهاجم نفسي بهاجم نفسي. فعايز اقل لي للمناعة عشان ما متش. زي ما بيحصل مثلا في حاجة اسمها اللي مرض الزيبال حمراء ومرض اللي هي الحم الريباتيزمية والكلام من ده يعني. المتويت ارسترائتس التابل وفاصل الروماتيزمية. تمام تمام. كلمك بقى على قصة كده. قال لك ان في حاجة جوه الخالية اسمها الكالسينيورين. قال لك الكالسينيورين ده عبارة عن فوسفاتيس. حاجة بتشيل الفوسفات. بتشترك فيه انتقال في مثلا عامل كده جوه الخالية اسمه ده بيبقى موجود جوه النواة. ده مسؤول عن تخفيز انطلاق الانطل ليوكين اتنين. ده مسؤول عن نمول خلاية تاقية وتمايزها. مسؤول عن نمول خلاية تاقية وتمايزها. مين ده? الكالسينيورين. طب لو انا وقفت الكالسينيورين ده يبقى انا قدلت الخلاية التاقية. يبقى انا كده ضعفت المناع. من المسؤول عن الحركة دي? حاجة اسمها السايكل السبورين ايه? حاجة اسمها. اللي فيها حرف. تمام? تمام. هو ده اللي عايز يقوله لي. او بقى ممكن تانية. حاجة تانية اسمها ده عبارة عن قينيز. يعني ايه السايكل بروغريشن? انا طلعت اتنين. وقلت للخلاية انت هتبداية تتميز بقى لتاقية قاتلة طبيعية وتاقية مساعدة والكلام من ده. تمام? انا ام وقف. ام وقف يبقى انا طلعت بس وقفت التمايز. اما اما كان بيوقف اساسا تكوين الخلاية التاقية. يارب بكون الفكرة واصلة. ادى كده مع بعض. اما هيعيد نفس الكلام تاني وميديك الاختصارات. قال لك ان ال ال اتنين دي عن انتاليوكين اتنين واختصارات وحاجات قلناها كلها واحنا شغالين. قال لك اهو بيرتبط بالسايكلو فيلن بيكون معقد. المعقد ده بيوقف عن شغله. قال لك الكالسيورين ده كان مهمة اوي اوي في تنشيط حاجة اسمها فكانت مسؤولة عن تصنيع الانتاليوكين اتنين. اللي كان مهم ليه? تمايز ونمو الخلاية التاقية. انا وقفت الكل ده. تمعتش فيه مناعية. يبقى في الانتاليوكين اتنين. انا معادش كده ما عادش عارف اصنع اتنين. كده ما عادش عارف اصنع اتنين. وما عادش معايا مناعة. من اللي كان مسؤول عن ده? اللي هو زي السايكلوس بورين ايه? والتاكرو ليمس اللي كان فيها حرف السي. تمام? تمام. بحستخدمها في ايه? بقى نطبق نفس الكلام. وانا انا امنع اي اه رفض الزراعة الاعطاء. من عندنا? بتجمعهم كلمة كهل والهيرت والليفر. والبون مارو اه ترانس بلانتيشن. زال يعني انو خيار زي ما مش عاوز يحصل له اه جرافت ريجيكشن. تمام? قال لك هو عايز امنعه. يبقى انا وانا جاي ازرع وبعد ما زرعت ممكن امنع الكلام ده. يبقى لسه وانا بعمل قبل ما اعمل عمالية زراعة الاعضاء ممكن اديها. ممكن بعد عمالية زراعة الاعضاء عشان متحسش ان في تناقض ما بين الاستخدامين دول. تمام? تمام. وفي الاوتو اميون دي سيز رماتوية ارسرايتس وحاجة اسمها السوريوسز. قال لك الاعراض الجانبية ليه الكالسيوز بورين ايه? والتاني اللي هو اسمه التاكرو ليمس. اللي في حرف السي عشان متنساش بقى قولتها كزا مرة. بيأثر على الكليا. وده مستو كومن وامبورتنت ادفيرس افكت. بيأثر على الكليا. بيأثر على الكليا. تمام? تمام. قال لك بيعمل هباتو تكسيستي بيأثر على الكبد. بيأثر على الجهاز العصر ويعمل نيفرو تكسيستي وترومرس. ممكن يعمل لينفومة اللي وورم في العقدة اللينفوية. ممكن يعمل حساسية. ممكن يعمل اربعة هيبر. هيبر تنشن. وهيبر كاليميا. هيبر جليسيميا. هيبر اللاميديميا. نحفظها ازاي? قلك البوتاسيوم وضغط الدم كده تحيصهم مرتبطين مع بعض. هيبر تنشون هيباكاليميا. واتنم مع الاكل. هيبر اللاميديميا زيادة الدهون وزيادة السكر. هيبر جليسيميا. وبيحصل يعني ظهور شعر في مناطق. ما يفروض ما يظهرش فيها شعر. وهيبر بلازية للجمز. اللي لسه بتاعتك تبدأ تكبر شوية في الحل. دي من اللي كان بيعملها? سايكلوس بورين ايه? والتاكرو ليماز. اللي فيه حرف السي. تمام? كده وصلك الفكرة. خش على التاكرو ليماز. قال لك التاكرو ليماز ده كان تبع عائلة الماكرو ليت. قال لك اه ده من عائلة الماكرو ليت. قال لك انا تبع عائلة الماكرو ليت. ايه ماكرو ليت دي? دي من الادوية المهضات الحيوية. زي مثلا زي الاسروميسين والكلام من ده. ده ده من عائلتهم. اسمه تاكرو ليماز. تمام? بيرتبط باي يعني? انا كنت ميديك ان هو بيرتبط بيه? قلت لك هو بيرتبط بحاجة تانية غير الكالسيو نورين. بيرتبط بحاجة اسمها اف كي بندنج بروتين اتناشر. اف كي بندنج بروتين اتناشر. انا كنت مسمي ده نص الليل. اه. حتى قلت ليني كاتبينها نص الليل. بيرتبط بف كي بندنج بروتين اتناشر. قال لك مئة من عشرة لمية مرة اقوى من السايكل بورين. وبيقعد بيقعد فترة اطول. تمام? اه بيعمل ايه? في الكلام مقرر لفروتيني. ممكن نستخدمه مع حاجة اسمها ده بيبقى نتيج اه ده بيبقى حساسية في منطقة معينة. اسمها في الجلد كده بتبقى حاجة خفيفة. وحاجة اسمها تمام? تمام. والادفيرس بتاعته زي برضو الادفيرس افكت بتاعته برضو زي يعني بيعمل نيفروتوكسيستي هباتوكسيستي نيورتوكسيستي والكلام من ده. تمام? تمام. كده احنا خلصنا التاكرولايماس اللي كان بيرتبط بالسايكلوس بورين ايه? هو ايه? اه اللي كان قصلي بيرتبط بالكالسينيورين انهيبيتورز هو التاكرولايماس اللي كان من عيلة الماكروليد. نخش على واحد من عيلة جديدة بقى. دي كانت بترتبط بين ماميليان تارجت وفراباميسين. ماميليان يو من؟ سييرولايماس. اللي هو السيرولايماس او راباميسين. دا اميونيوس برسل مكروليد انتبايوتك وفيعمل تي لينفوسيط اه 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 iDigen اتنين بس مش اقصر خلايا اللي انفويت. اما القديم ما كانش بيطلع انت اليوكين. فكان ما بيعملش الاتيلينفوسايت اه اه ولا برو لايفريش. لكن في الحالة بتاعت السيرولايموس انا بطلع انت اليوكين عادي. لكن ما فيش خلايا تائية هيحصل لها برو لايفريشن واكتف ايش. برضو بيرتبط بحاجة اسمها الاف كي خمسمائة وستة بندنج وروتين اتناشر بتاع نص الليل. وبيعمل اكتف كومبليكس. بينهبت سيل كاينيز. قلت لك العيلة دي كانت بتاع اشتغل على القاينيز. اللي هو الماميليان تارجيت كفرابا مايسين. تمام? تمام. اه على عكس السايكلوس بورين ما بيقللش الانت اليوكين اتنين. فهنتقل لك دي. لكنه بيقلل للانت اليوكين. يعني طلع الانت اليوكين بس انا مش هستجيب ليه. بس هادم في سلجل اورجان وستيم سيل ترانسي بلانتيشن خلاص نعم. اه مقررة وقرناها كتير. نخش بقى في اللوعاء قدامه مسلا ساعات بيبقى فيه زي كده هنا. ويبدأ ممكن هيحصل جلطات وحاجات من دي. بستخدم فيها الدواء اللي هو بتاع تمام? يبقى عشان ما يحصلش جلطات. بيعمل حاجة بس ما هيبر لايبيديميا هيبر لايبيديميا. يبقى بيحصل ايه? بيحصل هيبر لايبيديميا بيحصل هيبر لايبيديميا. زيادة في مستوى اللي بد. وده كان بردو بيحصل مع السايكلوس بورين ايه? جمع بقى مع بعض. لحد دلوقتي السيرولايماس والسايكلوس بورين ايه? بيعملوا حاجة اسمها هيبر لايبيديميا. ايه اللي بكده الصفحة? بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي. ويزال في ميتينج ضيارية ويبدو من الماشي. بيعمل سوداء وهايبر تنشن. بيعمل له كوبينيا وسرومبوسايتوبينيا. يعني انا عشان احنا انا جايبه عشان انا مثلا زارع عشان اطلع خلايا دم حمرة وبيضة. هو ساعات من اثاره الجانبية ان هو بيقلل لقرات الدم الحمرة والبيضة. انا استخدام تقول لي بقى. بيقادل حدوث ضعف وظائف الكيبليا. اه بيزود قصدي سوريا بيزود حدوث اه ضعف وظائف الكيلة اللي انا اضفت معاه السايكلوس بورين. ليه? لان السايكلوس بورين ايه? ده كان بيعمل نفرو توكسستين. كان بيعمل نفرو توكسستين. نخش على العيلة التالتة. العيلة التانية قصدي. القلق لك عندنا دوين. واحد اسمه وده ويتحول جوال جسم حاجة اسمها بريدنسولون. وحاجة اسمها ميسايل بريدنسولون. ميسايل فاكر انت مجموعة الميسايل. ميسايل بريدنسولون. ميسايل بريدنسولون. تمام? تمام. ده بيقلل بيعمل حاجتين. بيشتغل بطريقتين. بيعمل كسر يما بيعمل لهم. هما مجمعين في حتة هنا. اه سوري. اهم لأ انا موزعهم على منطقتين. هنا تي وهنا تي. قللت الخلايا المناعية وزعتها الى حتتين. بيرتبطه بجولوكوستيكو. ده كان فاكر انت اللي كان بيرتبط بكالسين يورين. اه كالسين يورين. ده بيرتبط بحاجة اسمها الجولوكو كورتيكويد ريسبتور. الجولوكو كورتيكويد ريسبتور. بيكون كومبيليكس. الكمبيليكس ده بيقل تصنيع الخلايا التائية. بيأثر على المناع الخلايا السيلر اميونيتي اكتر من اليومورة لان هي اللي بتشتغل بالسيلر اميونيتي. تمام. قال لك بيقلل كمان. الكورتيزون كان بيقلل الالتهاب والحاجات من دي ليه? لانه بيصنع بيقلل مواد تصنيع المواد اللي بتسبب الالتهاب زي مين? زي. 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 اللي بيطلع من. السيتوكين ساعد يزيد عن حد ويقلب ضدك. تمام? باستخدمه في الاميونيس بريسف للسولد وارجان. ده خط اول. يعني انا كده بسمي الله كده عايز اعمل باستخدم كورتيزون. باستخدم كورتيزون. واحد زرع. وهيحصل له اكيوت في الحال. فبادخل. لازم ادي ايه? ادي كورتيزون. في حالات الاكيوت. اه اورجان ريجكشن. كورونيك جرافت فيراس ديسيز. برضي اتكلمنا عليها وكورونيك دي يعني مزمن بقى. يعني بعد فترة مش بسرعة. والاوتو اميون ديسيز زي والسيستيميك اللي هي برض الزقب الحمراء باستخدمه في حالات الحاسية والازمة. قال لك وبيقفل نتيجة ده ليس هنتكلم عنهم قدام. ساعات لما باستخدم الدواء دي بيحصل سايتوكين ريليس دروم. ساعات بيطلق يعني هم مفروض يروحين يقفلوا الحاجات اللي بيطلق اجسام مضادة. فساعات بيقوموا بطلعين سايتوكين ويزودوها في الدم. مين بقى المسؤول انه يقفل الكلام ده? قال جولوكو كورتيكويز. قال جولوكو كورتيكويز. نخش على العائلة التالتة اللي احنا ما كناس ذكرنا اسمها. حاجة اسمها مايكو فينو اسمها كده. مايكو فينو ليت. مايكو جاية من كلمة فطر. اتاكر انت الفطر عايش الغراب. عايش فينو. اهو. عايش فينو. ده حصل الفطر ده لما سبناه متأخر فترة كبيرة برة وتأخر. يبقى مايكو فينو ليت. مايكو اللي هو فطر. فينو اللي هو عايش الفينو. وليت اللي هو متأخر. مايكو فينو ليت. ده سكيمة ازاي تحفظ اسمه. تمام? هتطلق انا كان بمايكو فينو ليت جي. ده بيشتغل جي على على الجوانوزين. تمام? تمام. ده بيوقع بصع سيدي. في انزيم اسمه انوزين مونوفوسفيت. الانوزين مونوفوسفيت ده ده انزيم لما بيبقى شغال بيقوم صنعني حاجة اسمها جوانوزين مرتبطة بمجموعة فوسفيت. جوانوزين آآ فوسفيت. تمام? هي دي اللي بتخش في تصنيع الDNA. بتخش فيه تصنيع الDNA. لازم يبقى مركب على الطاقة والكلام من ده. يبقى القصة دي بقى. يبقى مين اللي بيقوم رايح موقف الانزيم ده? مايكو فينو ليت. مايكو فينو ليت. فلزلك يقوم يقل الجوانوزين فوسفيت. وده يؤثر على الDNA. الDNA بتاع مين? بتاع الخلايا المناعية. فيبدأ فيقل المناعة. فتقل المناعة. تاني كده ما بعد. يبقى نهبس الانوزين مونوفوسفيت دي هايدروجينيز دينوفو فورميشن. اللي هو بيقال التصنيع الجوانوزين من الاساس دينوفو دي يعني من الاساس. آآ وده محتاجينه عشان اصنع زي يعني والآر إني فده بيضعف الخلايا التقية والباقية لان انا محتاج الجوانين عشان اتضاعف وانمو ويحصل لي برو لايف ريشن. طب ما تديه ان ايه باز يبقى انا كده مش يحصل لي تضاعف ولا هكبر ولا يحصل لي برو لايف ريشن. آآ فكده بيأثر على الانتبادي فورميشن والاديجن والمايجريشن اللي هي وظائف الخلايا الباقية والتقية وكده. بس تقديموا في السولد اورجن برضو. والكلام المعتاد بقى والاوتوميون ديس اوردر والكلام من ده بيأثر على المايدة وبيعمل وضيارية وابدو من البين ساعات بيعمل يعني ساعات بيقصر كمان عدين ايه بقى بتاع خلايا آآ نخية العزام الاحمر فما عادش بتصنى ما عادش بتصنى يبقى ده كده ليه نخية العزام الاحمر فيعمل انيميا دي نقص قرات الدم الحمرة لوكوبينيا نقص قرات الدم البيضة نيتروبينيا آآ سرومبوسيتوبينيا نقص كمان الصفايا الدموية وبيعمل حاجة مميزة قوي اسمها بيزود وظائف الكبد اللي هي ترانس امينيز بيزود وظائف انزيمات وظائف الكبد وعلى فكرة هي لازم تشتجل بمقدار معين عدش قولي طب هي زادت كويسة هي لا هي يا سيدي هي زادت عن الحد المطلوب تمام فانكريز الهباتيك ترانس امينيز من اللي كان مسؤول عن الكلام ده نوع من الانزيمات اسمه مايكو فينو ليت مايكو فينو ليت وديتاكسكي مو بتاعته نخش بقى على السايتو توكسك دراج سايتو توكسك دراج دول ثلاثة ادوية سايتو توكسك يعني هيستمع بالخلية فهو دواء ازا دواء ازا سايوبرين واحد التاني اسمه سايكلو فوسفاميت جاي من فوسفات فاكر انت الارجانو فوسفرس كومباوكا بتعمل تسمم لتسمم حبة الارث الغلة والكلام من ده فده فوسفاميت قالك ويه الميسو ميسو تحسها جاي من كلمة ميسانول اللي كان بيسبب العمى ميسو تريكسيت ميسو تريكسيت ميسو تريكسيت بقى تاني كده مع بعض ازا سايوبرين سايكلو فوسفاميت جاي من الفوسفات ميسو تريكسيت تحسه جاي من الميسانول تماما نبدأ كده مع بعض بالازا سايوبرين الازا سايوبرين ده يا سيدي بيتحول الى مركب اسمه ستة ميركو ميركابتو بيورين مركبتو بيعين. فاكرا انت الوقاعدات البيورينية زي الادينين والجوانين فهو بتحول لمركب اسمه ستة مركبتو بيعين. ستة مركبتو بيعين. فبيشتغل كبيورين. يعني مركب وسطي في بيعيني. قلت لك ان البيورينات دي كانت الوقاعد النيتروجينية اللي تدخل في تركيب الدين هي زي الادينين والجوانين. فهو ده ببقى شبههم. فالدي فيتよろ Hugo بقى. يقول لك استخدم استخدم ما استخدم ده كده انا بصنع. بس ده بايز. ده حاجة بايزة. ده حاجة صيني. تمام? تمام. في ايه لدي ايه والار ايه? وبيحصل لليمفوسيت. ما عرفتش هصنع دي ايه. ما عرفتش هصنع دي ايه. قال لك ده بتستخدم خط تاني. قدد للسايكلس بورين والكورتيكوستيرويدس بينتين الرينال جرافت والأزر ترانس بلاند. يعني الدواء ده باستخدمه خط تاني. اما من اللي كان خط اول الكورتيزون والسايكلس بورين. تمام? وبرده باستخدمه مع بعض الامراض المناعية. زي السايكلو السيستي ميكاليوباس الاسوميتوسيس اللي يزيبها الحمراء ورماتود ارسرايتس وكرون ديسيز ويه المالتبول اسكيلوروسيز. ده مرض بيسيب ده كم مرض بيأثر على المعدة. خش على الصفحة البعدة. بيعمل اه الاعراض الجانبية بقى. الاعراض الجانبية. بيعمل تاني مرة اتكرر معانا هو بعد اللي هو مايكوفينوليت. وبعد كمان اللي هو كان اسمه ايه? اللي هو السيرو لماس تقريبا? ولا مين? انا صراحة انسيت استاني. اه السيرو لماس. السيرو لماس هو اللي كان بيعمل ميولو سوبريشن. اللي كان بيعمل ميولو سوبريشن كان. اللي كان بيعمل ميولو سوبريشن هو كان بيعمل هو لوكوبينيا وسرومبو سايتوبينيا كان السيرو لماس. و بس والمايكوفينوليت. وكمان معانا الدواء اللي هو كان خط تاني اللي هو كان ازا سايوبريد. اللي هو كان ازا سايوبريد. تمام? تمام. نخش مع بعض على الدواء التاني اسمه وده بيحط فوسفاد. ده بضمر نمو الخلايا اللينفوية. ليه? لانه بيعمل يعني ايه? يعني ايه مرتبطة بالسي. ده بيقوم يقصر الرابط اللي ما بينهم كده. ويخل الجيه تفضل رابطة بالجيه. يخل الجيه كده اوه. تفضل رابطة بالجيه. فده انه مش عارفين نعمل مش عارفين نعملو تضاعف. مش راضي يحصل له تضاعف. هيفضل بالشكل ده. فمش تروا ما حصلوش تضاعف يبقى. فيش نمو الخلايا. ما فيش نمو الخلايا. بقى كده المناعة هتضعف. بيستخدمهم في بيعمل عرض جانبي مشهور اوي 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 خاص بالسيكلفوس فاميد. هناك عليه كده بيبدأ بحرف السيه هو. همروجيكس سيستايتس. همروجيكس سيستايتس. نزيف من البولج النزيف من البلادر نزيف من المسانة. همروجيكس سيستايتس. همروجيكس سيستايتس. وبيعمل بان سايتومينيا. وازلارجي دوسيس. بيعمل نوز افو ميتينج والكترولايت دستيربنس. من اللي كان بيأثر على على التوزيع الالكترولياتات كمان غير السايكلفوسفاميد. كان اول واحد خالص احنا قلناه اللي هو سايكلوس بورين ايه. وكارديوكس سيستس. تالت واحد معنا بقى حاجة اسمها الميسو تريكسيت. الميسو تريكسيت ده يا سيدي. آآ ده بستخدمه في امراض المناعة. وبرضه الحاجات المعتادة بقى ساعت بيعملوها اختصار كده. ساعت بيختصرها كده. اللي انا ضد يعني انا عاوز امنع ان رفض زراعة العضو. انا عايز امنع رفض زراعة العضو. تمام? خش على رابع خمس خمس حيلة معنا. حاجة اسمها هيدروكسي كلورو كيونين. هيدروكسي كلوروكين. هيدروكسي كلوروكين. استمع دي الهيدروكسي لايه ودي الكلور. اسمه كده هيدروكسي كلوروكين ما تنسوش. ده المفروض ان هو ده ضد الميلاريا. بس لانا ان هو برضه يعني ينفع يعمل اميون بيقلل تصنيعها الخلايا التائية. فبس استخدمه فيه . نخش بقى على اللي كانت بتاعة الاجسام المضادة. في كان في حاجات معتمدة على الخلايا على الغودة التائموسية فانا هاوقف الغودة التائموسية. اللي كان معتمدة على خلايا الغودة التائموسية. وممكن بقى استخدم حاجة اسمها انتي لينفوسايت انتي لينفوسايت جلوبيلن. يبقى انتي سايموسايت جلوبيلن. وانتي لينفوسايت جلوبيلن. تمام? دي ادوية بتهاجم اكتر من دي اجسام مضادة كده. بتهاجم اصد اكتر من جسم المضاد. تمام? تمام? وبتضع في المناعة. دي اسمها يعني عديد. بتهاجم اكتر من حاجة اسمها انتي سايم جلوبيلن وانتي لينفوسايت جلوبيلن. طب دعنا نخش على الموليك لون الانتباضي. دي بتحجم حاجة واحدة بس. زي مين? زي المورو منافسي دي سري بس. مورو منافسي دي سري بس. واحد اسمه باس باسل اسمه باسل اكسي ماب. باسل اكسي ماب. باسل اكسي ماب. خريطة يعني بس مع ان البيب تبقى تحت يعني بس اعتبرها كده. باسل اكسي ماب. في دي اختصار الانترفيرون. اللي. ماب. انفليكسي ماب. انفليكسي ماب. انفليكسي مابليا الخريطة. دي سكيمة ليه هنا. دي دي مضادع نبدأ كده مع بعض ده بيعمل ده بيعمل بستخدمه فيه تمام عادي جدا. بيقدر يعني الخلايا التاقية والكلام من ده. فبيعمل دي اللي هي تبقى من حد الحد مختلفين. يعني مش نوأم ولا من نفس الشخص. وممكن يستخدموا لي علاج او يعني بص يا سيدي واحد مثلا عنده 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 هو 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 استخدم معاي بقى وانا بزرع العضو. باستخدم معاه اللي هو ده. بيعمل ايه? احنا كنا بنقولنا من شوية ان الكورتيكويدز بيعالج حاجة بيعالج بيعمل بلوك الحاجة اسمها بيطلع بيطلع آآ سيتوكين زيادة عن اللزوم. تمام? تمام? من بقى اللي كان بيعالج الحكاية دي الكورتيزون? من بقى اللي كان بيعمل الحركة دي? انتي سايمولوجيولوبيلين. انتي سايمولوجيولوبيلين. وبيعمل في فر حمى وتشيلز وصداع ونويزة وفاتيه ومويتينج ومصل بين عينك على مصل بين دي عشان لسه او مرة تتذكر هنا ايه? مع الانتي سايمولوجيولوبيلين والسيت السي في اللي هي كارديو فاسكولر آآ كولابس. تمام? آآ بيأثر برضو على التنفس والبلموناري اديمة. يبقى هناك الحاجات دي عشان جديدة ولسه مذكورة هنا مع الانتي سايمولوجيولوبيلين. آآ بديه تحت آآ يعني بديه مع الكورتيزون عشان يعامل بلوك للسيتوكين سندروم. وبديه برضو مع الانتي هستامين عشان بيعمل حاسية. شايف بيعمل فيفر وإديمة. والكلام الده فبديله مضادة للحاسية. آآ بيعمل كمان قلم بيعمل قلم وحمرار كده. وبيعمل آآ بيعمل لوكوبينيا والسرومبوسيتوبينيا بقلل الخلايا الدم البيضة وكده. والصفاحة الدموية. وبيزود فرصة العدوى كمان لانك ضربت الاجسام المضادة. وضربت الخلايا التقاية. فده ممكن يخليك تتصاب بالعدوى. تمام? خلصنا الكلام على البوليكلونال. نخش على المونوكلونال. المونو من حرفه كده. الامة هي مع المونو. مورو مناب. مورو مناب. اي الامة مع الامة. مورو مناب. قال لك المورو مناب. ده بيروح على السيد السريل اللي كانت موجودة على سطح الخلايا الباقية. آآ قصد السوري موجود على سطح الخلايا التقاية. ويعمل لها ايه? ويعمل. آآ وبيأثر عليها. ويتقل الخلايا التقاية. فبيعا. طب اللي المناع قلت. يبقى هو بيستخدم في علاج. مور افكتف احسن شوية من الاستيرويز. يبقى المورو مناب ده احسن من الاستيرويز. مورو مناب. ده احسن. والاندكشن للاميونو سوبرشن بيعمل تحفيز لان يوقف المناع على انك خلق اطلت الخلايا التقاية. برضو بيعمل فيرس دوز ريليس كين سندروم اللي كنت بعلاجها بالكورتيزون. وبيعمل هايبر سينستيفيت ال اكشن بيعمل حساسية. بيعمل هاي فيفر وديو كومون بيرفع درجة الحرارة. وبيعمل ده وهو ضع في المناعة. فانت بتبقى عرضة للاكتصاب بعدوى. فبترتفع درجة حرارتك وكده. خلى لك من الكلمة المهمة دي بقى دي جديدة هنا ما تذكرتش الا معها المورو مناب. ما تذكرتش الا معها المورو مناب. فعينك عليها. اه الانتاليوكين ريسبتور انتاجونست. ده بيضد الانتاليوكين اتنين. مين بقى اللي بيضد انتاليوكين اتنين ده? قال لك هو الباسل ده بيروح على المستقبل الاسمه سيدي خمسة وعشرين. الموجود على سطح الخلايا الدائية برضه. وبيرتبط بالانتاليوكين ريسبتور اكتيفيتد. يعني نمو الخلايا دي هو بيتدخل معها ويباوزه. فباستخدمه ضد الوقاية من الاكيوت ريجيكشن في الرينار ترانس بلانتيشن باستخدمه في حالات الرينا الكابد. مع طبعا ليه بقى بيعمل اولا سينارجزم وبيعمل اديشن كمان مش يعني اصلي بيبقى داخل بجرعة وداخل بجرعة في بيقلل الاعراض الجانبية وكده. لكن السرعة ما عرفش بيقلل سينارجزم ولا اديشن. قال لك الانفليكسيماب. الانفليكسيماب ده باسيدي. بيرتبط مع بيرتبط مع حاجة اسمها الالفا. وبيقلل السيتوكين من الارتباط بالريسيبتور. السيتوكين مش بيرتبط على الريسيبتور بتاع مش هيشتغل. مش هيشتغل. بيبقى المناعة هتقلل. فده بس تقدمه في ريماتوية. الكورون ديسيس ده تبعي. والكوليتس. مرضو ما التهفق كولون مع كرحة. تماما. بيعمل اه حساسية. ولما المناعة بتاعتك بتقل التي بي يبدأ يزيد عليك. انك قللت تيومر نكروتيك فاكتور. الفا. اللي هو اللي هو اللي هو اللي يبدأ يحصل لك. تمام? كده احنا الحمد لله خلصنا الادوية اللي بتضعف المناعة. ما فيش بقى حاجة عام يتقويل المناعة شوية. فيه يا سيدي حاجات بتاول مناعة شوية. ايه بقى يا سيدي اللي بيقاول مناعة شوية? قال لك اه انا محتاجها في ليه اساس? انا معينة. منعة واقعة او في حالات الكانسر. قال لك اديني امثلة سيتوكينز اللي هي سيتوكاينات معادة الاتحاد. باستخدم تكنية اسمات دي اني معادة الاتحاد عشان نكون سيتوكاينات تعالجني. سعيني كده نجيب صفحة مية واحد عشرين. ممكن نستخدم انترفيرون الفا وبيتا وجامة. ممكن نستخدم انتليوكين مصنع برا اسمه الديس ليوكين. ده المصنع انتليوكين اتنين. اللي انا كنت قاعد بضعف فيه وبرمي النعمة. من الاسمي تبقى محتاجها الانتليوكين ده. ساليدومايد والبي سي جي. ده اللي هو التطعيم ضد التيبي. كان الباسل لايك. كلاميف جيورين. والليفا ميسول. ادق كده مع بعض بيه الانترفيرون. قال لك الانترفيرون. ده كلمنا عليه في الشابط الاتنين وعشرين. انهبت للفيرل كان بيمنع اختراق اختراق الفيروس للخلاية. وان هو يترجم البروتين بتاعه الار ايه بتاعه. ويقوم يحوله البروتين. والترانس كربتبشة. ما كانش بيحصل نسخ. وما كانش بيحصل بروتين. ما كانش بيصنع بروتين. فكان بيخليه مكانه. خلي الماكرو فاك تجي تبتلع الخلية المصابة بالفيروس دي. بخلية فيروس يوم جاي براحها. تمام? تمام. او بيزود كمان الخلاية التاعية. تمام? بستخدم ده في ايه? بستخدم ده في حالات الاصابة بالفيروسات. اصابة فيروسات زي ايه? زي اه سوري. زي الكورونيك بطايتس بيو سي اللي هو التهاب الكبد الوبائي. المزمن بيو سي. بستخدمه مع اللوكيميا. بستخدمه مع الكورونيك ميلوجوناس ليوكيميا برضو لوكيميا مع الكبوسي ساركوما دي بتبقى مرض بسبب آآ فانجاي وكده. آآ مالجنانت ميلانوما. كل دي حاجات منعتي واعة فيها فبستخدم معها. مناعة واعة فيها اللوكيميا سرطاني الدم. آآ اللوكيميا برضو كورونيك نتيجة آآ خلل في خلال عزام. نتيجة كبوسي ساركوما دي برضو فوق دموي. مالجنانت ميلانوما اللي هو الميلانين زايد عن الحد. فمحتاج ازود المناعة عشان اخلص على الخلايا السرطاني دي. بستخدم الانترفيرون الفا. طب الانترفيرون بيتا ده مع 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 والماليجيا. ده التهاف العضلات والتهاف في المفاصل. بيعمل زي مش فاكرة الصراحة. ده قال لك هو معدل اتحاد دخلته في خالية بكترية واستخدمت الكلام من ده. بيشتغل ازاي بقى سيدي ده. قال لك والله. اه في صفحة انا تقريبا عددها. الميكانيز مو في اكشن. بيعمل بيزود الخلايا بيزود نمو الخلايا وكمان بيطلع كتير. وكمان بيقتل كمان خلايا سرطانية. بس تقدمه مساعد كده. مساعد ضد العلاج الكيماوي للسرطان. سرطان. سرطان خبيث اسم الكارسينومة. جاي من منطقة رينال. جاي من رينال يعني. وباددائ ينتشر. فانا باستخدم معه اتنين ده اللي اسمه خالدسليوكين. ومعها الكتين كلنا استخدم معها الانترفيل الفا. والأنتال اتنين. سعد بقى بيعمل حاجة اسمها لليوكين يعني ادي اللعاية هون بيبقى في فتحات كده. المفرود انها بتطلع عمواد قليلا خالص. فساعات بتصرب بقى. كبيره ليكسندرول. اريزميا دي اللي هي عدم تظهر قهربية القلب. بيعمل هايبوتينشان بيخفض ضغط الدم. وبيعمل تورم. وكمان بيقلل الدم اللي ضغطك وطا. ضغطك يعني. ضغطك لما يوطى يبقى الدم اللي رايح للأبعاد الدموية هيبدأ ايه اللي. نخش على اه تالت دواء معنا حاجة اسمها السليدوميد. السليدوميد ده السندواء مهدئ. بس لانه انه بيزود المناعة شوية. استخدمناها في ايه? في حاجة اسمها المالتبول مايلومة. المالتبول مايلومة. اما لي المالتبول اسكيلروسيس. المالتبول اسكيلروسيس كنت استخدمت مع ايه? اللي وكان في اسكيلروسيس كنا استخدمنا معه المالتبول اسكيلروسيس استخدمنا معه الانترفيرون بيتا. الانترفيرون بيتا. تمام? خلي بالك من دي. لما المالتبول اسكيلروسيس كنت استخدمت معه سليدوميد. بيعمل سرومبوسيس بيعمل تجلطات بريفرال نيورباسي بيأثر على الاعصاب الترفية وبيعمل تراتوجينيك افكت بيأثر على الجنين كمان تراتوجينيك تي مع التعام تراتوجينيك 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 تمام هتقول لك ما تستخدمش في حالات الحبل قال لك البيس جي بقى اللي هو الباسيلوس كلمية جيورين ده بيننشط الخلايا التائية والخلايا القتلة الطبيعية واللي بدورها بتقتل الخلايا السرطانية بس تقدمه في السوبرفيشيال بلادر كانسر يبقى البي سي جي اديك حرف البي بتاع البي سي جي مع كلمة بلادر مع السوبرفيشيال بلادر كانسر بيعمل هايبر سينزيتيفيت الاكشن على حاجة عادية يعني بيعمل حساسية بيعمل تشك ممكن صدمة تشيلز فيفر ماليز اللي هو تعبك اخر دوة معانا حاجة اسمها ليفاميسول الدوة ده اساسا مضد للتفايل ليفاميسول ده لكن سبحان الله لعينان هو والله يعني بيعمل ريستيرويد للديبرزد ايميون فانكشن يعني اصلا خلايا باقية انا وقعتها هو ده ممكن يزودها تاني خلايا باقية وقعتها انا ممكن ازودها تاني والخلايا التاقية كمان وكمان الماكروفا وكمان المونوسايت يبقى ده الرد الحبيب وجلب الزبيب والكلام ده يبقى خلايا الباقية يبقى هو مضد للتفايليات بيرفع لك الخلايا الباقية والخلايا التاقية والخلايا المونوسايت وخلايا الماكروفا يرجعها لك تاني شباب زي ما كان. باستخدمها بعد العمليات التجراحية. اللي عندها سرطان في القولون. عفوانا الله. باستخدمه كهدوة مساعد مع حاجة اسمها خمسة فلورو اسيل. خمسة فلورو اسيل. خمسة فلورو اسيل. ده بيبقى مساعد لي مين? اللي بقى مساعد ليه حاجة اسمها ليفاميسول. ده السند للتفايليات لكن بيجلب الحبيب وبيعادل الخلايا البيئية والتقية والمونسايت. اتمنى الشرح يكون عجبكم. ما تنساش تعملوا لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.